تظاهر ألاف الكولومبيين للمطالبة بصحب مشروع تعديل ضريبي اقترحته الحكومة في ظل الجائحة ويؤثر خصوصا على الطبقة المتوسطة ولم تنحسر المظاهرات رغم إعلان الرئيس إيفان ديوكا استعداده لمراجعة مشروع التعديل لإيجاد توفق وفي وقت يعصف فيروس كورونا بكولومبيا نزل متظاهرون إلى شوارع بوغوتا ومدن أخرى ويهدف المشروع الحكومي إلى تحفيز رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية المتضرر بشدة من الجائحة بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8% عام 2020 لكنه يواجه رفضا من المعارضة والنقابات والجامعيين وقطاعات أخرى تعتبر أنه يستهدف الطبق الوسطى